مشاهدي قناة فوت كافي دي زاد مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة الكورا الجزائرية بداية ما تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نرجع الى المنتخب الوطني وبفيديو من صحفي قدير وقديم وكبير التونسي خالد حسني اكيد الناس الجيل الذهبي اللي كان يشوف كوبا امريكا ويشوف تصفيات كأس العالم قارة امريكا في اليتيمة في صحرات وحتى في القناوات العربية كان اتحاد اذاعة الدول العربية لما كان يقل المباراة كان خالد حسني من المعلقين المشهورين في اتحاد اذاعة الدول العربية يعني كما قلت انسان محترم جدا وحتى كلامه عن المنتخب الوطني كان محترم ومحترم جدا نخلوكم الان اعزائي المشاهدين تسمعوا واش قال خالد حسني تكلم عن المنتخب الوطني تكلم عن اللاعبين تع المنتخب الوطني وتكلم عن ماذا ينفغي لي بالماضي ان يفعله قبل كأس افريقيا وكيف يعني يقود هذه المجموعة وتكلم عن اللقطة مع اللاعب العبدي تع المنتخب التونسي لا تأخذوا هذه الأمور يعني بما نتحقروش بها تتذكروا جيدا الصحفي التونسي اللي تكلم مع لينا وقلنا انتم متكبرين وانتم منفوخين وانتم عاملين وراكم راحين تتبهدوا في كأس افريقيا هذه قالها في نفس هذا الوقت قبل كأس افريقيا يعني الماضية احنا خرجنا هجمنا عليه وقلنا لو ما تعرفش وقلنا لو لو راحب حسديننا لما جاءت كأس افريقيا قالتنا بأنه كان كل كلامه حقيقي لذلك لازم تعلمون نتسمعوا من الناس المحييدين احنا لما تكلمنا قلتونا انتم اعداء المنتخب وانتم تبعوا فلان وفلان قلوا للناس هذو كذلك يتبعوا فلان وفلان انسان محييد انسان محترم جدا يتكلم عن المنتخب الوطني سمعوا واشي يقولوا بعد نرجعوا نعقبوا ونعلقوا على كلامه صغار يغزروا جمال بالماضي وفهمها ناس تحب تولي ديزان ترينور مثلا من المحامد قال اينا نتعلم من جمال بالماضي يغزروا له كمثلا لعلى معناه يعمل لقتا كي مكاكا لا تشرف لالجزائر لمنتخب جزائر للكورة الجزائرية اللي سار البارح لحقيقة عيب انا مستغرب كيفاش نتوبا مستغربين وليس بجديد على بالماضي مش اول مرة مش اول مرة هذا التوتر المفرد فيه لكسي معناه دونيرفوز يتيع على البنك او مرة عمناول ولت عمناول ضرب وجوه او طاح او تكربس او عمل دونك مش افريش وفو تصاور كنا حبيناه بالماضي وكيفاش وكوب دافريك وكيفاش عول على كذا وما حنلعبش لجرانان ولعب وقت البلايلي ولعب ونجاح ولعب كذا بان مي يا اخويا اذا انتي عندك هالضغط النفسي المسلط عليك ضغط كبير ياسر دونك حتى ما كانوا انجو يكتب عليك انا في الجزائر وقت انتي الجزائر مع اسمح بوك يقبل الستين الف اللي جاءوا البارح خاصة اني عنابة انا عرفهم قداش يحبوا الكورة والبارح ووقتي يشعلوا وليفلام شعلوها في الفنتروازيين منوت عليه خطر عنابة هي الولاية رقم تتع عشرين فهمتين لوا واحد يدخل شوي في المات دونك اذا الناس في الجزائر بدت تحلم اكثر بليش تحلم تحلم بالبيئة بالبنية التحتية العالمية تحلم بالاسماء الرنانة الثروة الكبيرة الجزائرية انت عمي لعبية كل سوا في الجزائر او في اوروبا والاسماء اللي جاءت بشي بانا بورتكي ولكن الجزائر زادة في مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية طوال الضغط ليس بالاسماء الرنانة تصنع الفرق الفرق البالي عندها البرح تونس بالرغم اللي معناشها البرح تونس معنى الجزائر بالاسماء انتاحها البرح الجزائر فوق الميدان فهم اسماء وليس فريق هذا من ناحية فهمتي انا نقول الاخونا بالماضي فهمتي تبكر عليك مدرب ما يطلعش عليك انت البارح تصرفت كمحب في الفراج يكذب عليك ما نهيك عايتها كمشيت كيفاش انت مدرب محترف بالاسماء ذاك ونعرفوا احنا المدربين يزمك تبقى هادئ باش تبدأ لوسيد ما تعديش توتر بتاعك الملعبية صحيحة البارح عديهم الملعبية ساول حاجة تبدأ هادئ باش تقرن مباراة باش تعرف شكون يخرج انت البارح في غيبوبة انت البارح في صراع مع نفسك انت البارح مش بالماتش انت عليك اعمش خلك الضغط النفسي داية اللي هو سبب التوتر العصبي انتاعه خاطر خايف بالماتش وخاطر البارح كأنه حطه حاجة يتكلم علي كلاس موت على الفيفا قال كيفاش احنا عملنا عملنا ونصوم كوردوزيين ونعرف شو كذا دونك هو البارح يحب يربع يحب عليش خدر فهمها شوة فهمتي راجو صور بتاع الجروب بتاع كوب ديموت في سبتمبر دونك الراجل بلوس الكارثة اللي صارت له تاع الكاميرون دونك اما عايزك شو راكب في الاخر بشوية بشوية بديت تفقد في المصدقية تاعت احنا متعودين بالمدربين جزائرين جاول تونس وما عشرات ولكن معناها رايدين وهذا راو جزء من خدمته كمدرب معناها الضغط ذا الموصلت عليه راك تاخذ حبيبي في مئتين الفورو معناها يجبك تحمل الضغط ويلزمك تكون هادئ وتمتص الضغط وما تعديش لملاعبيتك اللي عاملو جمال بالماضي ينجم يأجج هكا الوضع وروشها للنار معناها بينزوز بلدين دونك نحن لحقيقة لومو سي جمال بالماضي على اللي سار وعلى الألفاظ اللي قالها تجاه اللاعب علي العادي اللي هو متخلق عن العادي ونعرفه شخصينا جمال بالماضي اظن ان هذا الضغط النفسي والتوتر العصبي المفرد هو يحتمل اللي إنو جير بلو فيستيار البارح سليماني خرج عملو جيست تنسيو على وقت عندك انتي أسماء كبيرة يمكن ما الفيستيار بدا يهرب من يده علي خاتر الأسماء 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 المفروضة لا لا الأسماء المفروضة فهي مفروضة من لاعبين كبار دونك الناس كون تعرف الجزائر دونك الجزائر أقولوكم راهو عندكم أسماء رنانة ولكن الأسماء لا تبنيش وما تصنعش فريق إذن أعزائي المشاهدين شبحتوا خالد حسني واش تكلم تكلم عن أولا عن نتكلم نشوف النقطة الأولى النقطة الأولى اللي نتكلم عليها هي أنه الجودة على اللاعبين هذه الشي اللي تكلمت وتخيلوا الآن ناس تونسي هو من دولة جارة عندهم منتخب تكورة قدم يتكلم على اللاعبين بجودة عالمية حنا لما قلنا المرة الماضية أنه الطريقة اللي رأينا نلعب بها ما تليقش ما تليقش بالمنتخب الوطني لأنه عندنا لاعبين أصحاب جودة مثلا لما نجد نشوف فيتوريا مدرب المنتخب المصري في أقل من عام لأنه جابت مباراة السينيغال ومصر اللي خرج فيها المنتخب المصري رغم أنه مصر لحبوا الله في نارتها كأس إفريقيا خسروا بضربة جزاء مع السينيغال وكذلك خرجوا من كأس إفريقيا وهما شوفوا يجمع مصر في قلب إفريقيا هذا الشي صعب جدا 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 على المنتخبات حنا مثلا الأمر صعيب علينا لذلك هما في قلب إفريقيا تأهلوا إلى النهائي وفي الضروح نحن اللي قلنا مستحيل نبو فيها كرة القدم وخسروا بضربات الجزاء مع أفضل منتخب في الدورة اللي هو السينيغال نفس الشي في تصفيات كأس العالم واجهوا المنتخب السينيغالي القوي جدا وخسروا معاه بضربات الجزاء يعني أنا نشوف كيروش كان يعني مدرب ناجح على طول الخط لكن رغم ذلك لما معجبهمش الأداء قلنا نلعبوا الدفاع كثير وعندنا لاعبين رغم أن المسريين المنتخبين تحهم أنا لو نعطي مثلا المنتخبين تعنا نعطيه عشرة من عشرة منتخب المسري بكل احترامات نعطيه خمسة على عشرة يعني الجودة اللاعبين المسريين نرى نصف لجودة المنتخب الجزائري رغم ذلك المسريين قال لك نصفر لا لا جيبونا مدرب العب كرة قدم جابوا هذا فيتوريا رغم يحسن مع المنتخب ونشوفوا أنه كل مرة يجرب لعبين لكن المستوى يبقى هو ومع ندوس العقل يتاع نخطأنا ونتعلموا لا رانا نعم هناك أخطاء لكن نشوف فريق نشوف طريقة نشوف أسلوب خالد حسني يقول لك المنتخب الجزائري من دون أسلوب من دون فريق ما كاش أوساط يرتع فريق هذا الشيخنا اللي تكلمنا عليه هو خالد حسني يقولها وخالد حسني على فكرة يتبعها ممكن ما يتبعش كل مباراية المنتخب الجزائري بحكمه المنتخب بتاعه لكن بحكم أنه واجه تونس شافه وتكلم بكل صراحة كذلك تكلم عن نرفزة تعجم الماضي قال لك أنه هذه النرفزة رايح تتوى تحت الضغط وقال كلام مهم جدا 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 وهذه اللي لازم كل مدرب يحفظها وكل مدرب يتحكم فيها وكل مدرب يديرها في راسه قبل ما يدخل يدرب وكذلك نصيحتي إلى الناس اللي راهي قدس بيدرجة يعني غلاوا كثير غليتوا يعني كثرتوا كثرتوا بزافة نقصوا أنت الآن لما تقول لي رك عدو المدرب شوفوا قالوا رك تدي مئتين ألف أورو في الشهر لازم أقل شي تصبر للضغط والإنتقادات لم يش مئتين ألف أروا يدي أكثر مئتين ألف إذا جينا نحسبوها بدرة أهمنا أرها يربع ملايير ونص قلوا ثاني عدو وجماعة راوراوة وجماعة كذا وقال لكم سيد يدير ملايير ونص في الشهر وما قدرش يصبر للضغط فما بالوك الآن بالمهندس والطبيب والشيخ الأستاذ والمعلم اللي حكمته قع الأمراض ويخدم ويبلع الضغوطة بتاع المدير انتا والمسؤول انتا والكل اللي يفوقه لازم يصبره ويبلع ويدي ربعة دوره صراحة ولا ميصراحة الآن مدري بيدي ربعة ملايير ونص ولازم نسكتو مبربروه ما تهدروش يعني يشوفوا الناس الناس اللي تحترم نفسها وتعرف كرة قدم إذن هذا الانبطاح هو اللي خلانا متأخرين وخلانا في أدل الأدلين إذن أعزائي المشاهدين أرىكم شفتو خالد حسني واش يتكلم تكلم كذلك عن أمر آخر مهم جدا وهو أنه لازم المنتخب يجيد المعالي من تاعه قبل كاسفرقيا وقال بأنه المنتخب تنسي لعب على على يعني الإمكانية تنتاع ولأنه تونس المهاجمين تاعهم كم المجاوش ولا مهاجم يلعب باش نكونوا في الصورة تونس لعبتنا تقريبا بالمنتخب الثاني بالمنتخب الثاني لأنه هذا حنبع للمجباري هذا هذا لاعب الفريق الثاني ماهوش أساسي في المنتخب الأول بصراحة حتى هذا العبدي اللي تنازع معه بالماضي ماهوش أساسي في المنتخب التونسي وبالتالي لازم نسيق بوروحنا ونزيلوا لالارت ونسمعوا الناس كي تحكينا على كورة قدم هاموا الناس على كورة قدم وردوا عليهم وبالتالي ماشي نتكبروا ونبعد ندخلوا في الحيط ونقولوا نتباكاوا كيما كل واحد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة